من عمر المخيم عمر هذا الحاج ابن عروس البحر يافأ بقي جاره لاجئا في مخيم الشاطئ تبدلت عليهم الظروف كما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي وصلت عام 2023 بعجز أكبر من طاقة تغطيتها لخدمات هؤلاء شهود الأزمة تلازمهم وأبناؤهم ترقنا باب الدكان الذي تخرج من رزقه أبناء أم إبراهيم الخمسة رجاؤهم بطالة فكيف في ضمور خدمات الأونر والصحية والتعليمية والتموينية والإغاثية التعليم كان يوظفوا يأخذوا يعني توظيف كثير هل قلت قليل عدد قليل كانوا يطلعوا بطلات كثيرة كل واحد يخلصوا يطلعوا البطلات كثيرة هل قلت بطلوا فش نادر يعني يمكن 30% لمن يطلعوا بطالة هاي أولاد يخلصوا ولا بطالة اشتغلوها لما نروح على الوكالة بدنا علاج يعني بيقولون هذا غالي مش موجود طيب ليش ما يوفروننا كل هذا طيب الوضع مش مسموح إننا معنا مصاري يعني المصاري مش مغفر إننا روح نشتري ليش هما ما يوفروني يا إيش اسمها وكالة يعني لا يوفرنا كل إشي استوات المخيمات بشرا وروحا وكيانا مع مرور سبعة عقود ونصف على اللجوء واضطربت مع التحديات المتراكمة والمتضاعفة من نقص التمويل والأزمات العالمية المتلاحقة لتدخل حالة حارجة مع وصول احتياج الأونروا لأكثر من مليار ونصف هذه الميزانية تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المالية للحفاظ على برامج الأونروا مستمرة الحفاظ على سبعمائة وعشرة مدارس مفتوحة الأكثر من مئة واربعين عيادة توزيع المواد الغذائية لمليون سبعمائة ألف لاجئ فلسطين يعني بدأنا هذا العام بدين خمسة وسبعين مليون دولار نحن نرى أن هذا العام هو عام صعب الأزمة الأوكرانية مستمرة المانحون يوجهون جهودهم إلى أوكرانيا عداد اللاجئين الفلسطينيين تتزايد متطلباتهم العالم علي أن ندرك اليوم أن مجتمعات اللاجئين تعيش في ظروف معاشيات صعبة وخاصة في لبنان التفاق معدلات الفقر إلى 93% في مخيمات سوريا 90% في قطاع غزة في ظل الحصاري الإسرائيلي وصلت نسبة الفقر إلى 87% وحالة انعدام الأمن الغذائي المهدد فيه اللاجئين فلسطين في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة وصل إلى من 65% إلى 70% في المخيم لا شيء مستعار تفاصيله تحكي من تلقائها عن حالة التضخم البشري والبؤس والقهر تلك سلاسل تكبل وتقيد المخيمات قاتبة هذه إحدى صورها من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة إسلام الزعنون تلفزيون فلسطين